احرز منتخب الدنمارك لكرة القدم فوزا كاسحا على نظره الولزي بعدما سجل ربعية نظيفة من دون مقابل في اطار كأس امم اوروبا 2020 وسجل لعب منتخب الدنمارك كاسبر دولبرغ الهدفين الاولين في المباراة في الدقيقتين 27 و48 ثم اضيف الهدف الثالث من زميله يوكيم مهلي في دقيقة الثامنة والثمانين ولم يتوقف تقدم المنتخب الدنماركي عند الهدف الثالث فتمكن مارتن بريث وايت من هزي شباك المنتخب الولزي بهدف رابع في الوقت بدل الضائع وعقب هذا الفوز ينتظر ان تلتقي الدنمارك يوم السبت المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي هولندا والدشيك